العدالة الانتقالية التي عطلتها الحرب هي التعبير الملائم للحالة طويلة الأمد من الانتهاكات التي جعلت الإنسان في اليمن ضحية النزعة المتأصلة لدى أولئك الذين اعتقدوا أنهم لم يستفيدوا بعد من إمكانياتهم العسكرية في حسم ما لا يمكن حسمه إلا بالاتفاق والشراكة لا يوجد توقيت دقيق لحسم الأزمة المستعصية في البلاد إن بالخيار السياسي أو بالخيار العسكري رغم التوقعات المتفائلة الصادرة عن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يرعى مشاورات سياسية صعبة في الكويت منذ أكثر من شهر ما إن كاد حبر وثيقة الحوار الوطني الشامل أن يجف حتى نقض طرفان أساسيان في هذا الحوار هما المخلوع صالح وميليشيا الحرثي هذه الوثيقة وقاد البلد إلى جولة جديدة وأكثر عنفا ودموية وأشد فتكا بقيام التعايش وأبلغ تأثيرا في هدم البنيان الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي والنيل من الهوية اليمنية لم يكن توصيف ما وقع منذ أحداث دماج وصولا إلى هذه المرحلة إلا أنه حرب أهلية طاحنة حركتها وغذتها عصابات الحرب بأسلحة الدولة وإمكانياتها فكانت هدما على هدم وخرقا واسعا في النسيج الوطني يصعب ترقيعه بدون إعادة إحياء قواعد العدالة الانتقالية التي حاول هؤلاء تمسها بالحرب وبالشروع في مرحلة جديدة من الشرور المتولدة عن خطيئة الاستيلاء على السلطة بأي ثمن على استحياء طلب وفد الحكومة إلى مشاورات الكويت بإنهاء الدور السياسي للمخلوع الصالح وزعيم ميليشيا الحوثي طلب وصفه مراقبون بأنه يصطدم بشكل مباشر مع متطلبات إنقاذ قواعد العدالة الانتقالية بحق مجرمين أدينوا دوليا بإعاقة عملية الانتقال السياسي بل وتورطوا في حرب حصدت الآلافة وشردت الملايين وأدخلت أكثر من نصف سكان اليمن في دائرة الفقر والعوز الحرب هي واحدة من صور المواجهة مع قيم العدالة والسؤال الذي يبدو مرحا اليوم هو ما الذي تبقى من العدالة بعد هذه الحرب الطاحنة سؤال يترتب على الإجابة عليه في مطبيعة ما يجري لكن حقيقة واحدة لا يمكن تجاوزها وهي أن السلام في اليمن مرهون بتطبيق قواعد العدالة التي لا يجب أن تدع فرصة للقتلة والمغامرين لممارسة هوياتهم المفضلة مجددا أو تبقي مذبح الحرية مخضبا على الدوام بدم المؤمنين بحق الإنسان في الحياة وهم الجزء المضيء من مجتمع اليمن الذي أنهكته الحرب